زحف سيناء ليس جديدا في إطار النزاعات تقريبا النزاعات التي تقع في إطار التحول الديمقراطي خاصة في أطراف الدول غالبا تجد فيها ضبابية سائدة أولا الدولة المصرية بعمقها وبجيشها الوطني ينبغي أن تكون حرصة جدا على بناء الثقة زي ما تفضل الأستاذ أن هدم المصداقية سيجعل الجيش وحارب وحده في سيناء سيناء كتلة جغرافية 60 ألف كم مربع فيها تقطع استراتيجي ما بين قوة دولية وإقليمية كثيرة جدا تحتاج أن تفتح للباحثين والشفافية وأن يتم التواصل مع الحواضن الشعبية حتى فعلا نعرف هؤلاء الناس القول أنهم مصريين غير مصريين أعتقد أن الجيش من الخطأ أن يقاتل وحده في هذه المساحة لابد أن يستند إلى الحضنة الشعبية من أهل سيناء ولا يفقد هذه الحضنة تأخر طبعا تأخر التنظيم أو عدم تأكيد أو إعلان أعتقد أنه لا يوجد باحث أو مراقب يمكن أن يقول صحة الإعلان من عدمه لكن أعتقد أن الوقائع إما أن تصدق هذا البيان أو تكذبه سمعنا عن اغتيالات القيادات لغالبا الجماعات القيادية العقائدية الراديكالية خسائرها في القيادات لا تعني شيء أسمى بالله دمات وانتصمرة تنظيم القاعدة لأن هذه المجموعات قادرة على أن تعوض نفسها كل فرض فيها وراء عارف أنه مقاتل أو مقتول فبالتالي التعويل على قتل القيادة قتل القيادة لا يعني أحراز التقدم على الأرض لأن كتلة موجودة كتلة بشرية غاضبة لأسف شباب يلتحق من الوادي ياسب إلى سيناء خاصة معها ثلاثة سبعة وما زال المدد العسكري ما رأيناه في لهيب الصحراء من أسلحة القناصة والتفجيرات يضع تحدي خطير جدا إذن المعركة هذه الكتلة أو الزئاب المنفاردة أو الجماعات قادرة على إحداث خسائر في الجيش المصري إلى الآن رغم أن وعدنا كثيرا من الدولة المصرية أنها مسألة وقت يومين وسيكون سيناء متوضئة من هذا الإرهاب فأعتقد أن هذا التعامل الأمني فقط مع هذا الملف سيودي إلى تعميق النزاع وليس إلى حل ترجمة نانسي قنقر